على المصار الدبلوماسي سيد عمرو موسى الأمين السابق لجامعة الدول العربية طلع بالأمس عمل حوار صحفي أو حوار تلفزيوني وكان ليه تصريحات خطيرة وفق مغاصف الدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي السابق في تويتا على منصة X الدكتور أيمن قال تصريحات نارية لعمر موسى سياسة إسرائيل الحمقاء أدت لهجوم السابع من أكتوبر خلينا نشوف بعض مختطفات هذا اللقاء من ضمنها مثلا الدكتور عمرو موسى قال أن من حق الشعب الفلسطيني يكون له دولة ويكون له حق في الحياة خلينا نشوف المقطع ونرجع لحضراتكم عشان نكمل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ نشعها فطبعا تاريخ المذابح اللي تعرض لها الفلسطينيون تاريخ طويل ويؤكد بطولة الشعب ده وقدرته على الصنود ودي رسالة أخرى أهم بقالهم فوق الشهر بيحاولوا إخضاع غزة ولم ما انتهاش الأمر إلى أي إلى شيء حتى هذه اللحظة ونجاحهم إذا نجحوا إذا كان حتى كلمة نجاح دي تستخدم يصحنا تستخدم إنما حيكون بتمن غالي للغاية لأنه المقاومة شديدة وهم غير قابلين للاقتناع بأنه الشعب الفلسطيني ده له حق في أن يكون له دولة وله حق في أنه يعيش زي ما هم عايشين وله حق في أنه يعيش بعيدا عن سيطرتهم وعن الضغوط اللي يتعرضوا لها سواء في حياتهم وحياة أسرهم وطريقة معاشتهم كل ده إشارة أرجو أنهم في إسرائيل يفهموها بعد كل هذه السنوات ولا يستمعوا إلى الأصوات الأخرى السلبية اللي بتشجحهم كمان عمرو موسى قال أنه ما فيش حاجة اسمها حق دفاع الشرعي لقوة محتلة لأرض ضد الشعب صاحب الأرض خلينا نشوف بتكلم عن حق دفاع شرعي وهو غير صحيح لأن حق الدفاع الشرعي لا يتم بين قوة قائمة بالاحتلال وأهل وسكان الأراضي المحتلة وإلا يختل الأمر كله فما فيش حاجة اسمها حق دفاع شرعي ضد الناس السكان الأراضي المحتلة اللي بيتعرضوا لترهيب فظيع بتكلم عن حق دفاع شرعي وهو غير صحيح لأن حق الدفاع الشرعي لا يتم بين قوة قائمة بالاحتلال وأهل وسكان الأراضي المحتلة وإلا يختل الأمر كله فما فيش حاجة اسمها حق دفاع شرعي ضد الناس السكان الأراضي المحتلة اللي بيتعرضوا لترهيب فظيع سواء في الضفة أو كان في غزة بعد يومين ومش بس كده وتكلموا عن تكلموا عن الأمن من زوايا غير سليمة وكأنها الأمن فقط هو أمن إسرائيل ده كلام أيضا غير مقبول والتهجيل القصري غير مقبول كل هذه الأمور كشفت عنها الأوضاع الأحداث الأخيرة وأنا بعتقد أنه فيه رد فعل عالمي وإقليمي كبير والعالم العربي والناس الأفراد العرب في كل مكان بما في ذلك من الخليج إلى شمال إفريقيا إلى القرن الإفريقي إلى كل المناطق العربية دي كلها أصبحت في ضيق شديد مما يجري مما جرى ويجري في غزة بالطريقة المجزرة اللي بتحصل والعقاب الجماعي اللي الآن هي بتكلم عنه طبعا كلام عمرو موسى بيقول كلام مهم جدا جدا وبيأكد أن صاحب الأرض هو اللي يتحكم وهم المحتلين هم اللي يجوم لأرضنا كمان عمرو موسى قال أن الحكومة الحالية الحكومة الإسرائيلية طبعا غير راغبة في السلام بل أنها راغبة في السمرار الحرب والتصايم أن نحن أمام مفترق طرق أمام هذا المفترق ولم نتحرك بعد إلى طريق يؤدي إلى أي من الاحتمالات اللي أنت أشرت إليها أو اللي أنا بأضيف إليها إنما في كل الأحوال لا يمكن إقامة السلام حتتفاوض إزاي مع حكومة حكومة إسرائيل الحالية كيف تتفاوض معها مواضح جدا أنه في الرغبة الشديدة في استمرار الحرب واستمرار إذلال الفلسطينيين وطردهم وإزالة قراءهم ومدنهم بل ووجودهم تتفاوض معهم إزاي؟ هؤلاء غير صالحين للتفاوض عن السلام وبعد ما راح 13 ألف ضحية والأطفال والنساء بالآلاف حيكون سهل أنك تقعد مع أصحاب هذه السياسة اللي أدت إلى هذه المجزرة لا بد أن يكون هناك طرف إسرائيلي يفهم يعني إيه السلام الحكومة دي بالقطع غير راغبة في السلام زي ما بيقولوا بالإنجليزي they are not peacemongers at all هما لا يؤمنوا بالسلام وإنت بتسمع أنت شفت وسمعت التصريحات بتاعت ابن الغفير الوزير مش عارف وزير إيه والتاني وزير المالية لا لا وزيرنا في المقاطع اللي جاية دكتور عمر موسى هيقول لك أن ما حدث يوم 7 أكتوبر نتيجة لسياسات الحكومة الإسرائيلية الخرقاء وكمان هيقول أن تصريحات الاحتلال وهي لحصرة المستشفيات وهذا أمر مدحك وهيأكد أن بايدن لما تكلم عن أهداف الإدارة الأمريكية في المنطقة كان هو يتكلم عن بوتين ويتكلم عن حماس خلينا نشوف المقاطع مع بعض الدارسين والمتابعين كلهم بيعتقدوا أنه أيام هذه الحكومة حتكون معدودة بعد انتهاء الحرب دي سواء استطاعوا القضاء على حماس وكثيرون يرون أن هذا غير ممكن لأنه المسألة مش مسألة أفراد حماس إنما مسألة الفكرة اللي بتعبر عنها أو عبرت عنها حماس فيما يتعلق بالمقاومة وزي ما قال السياسة العامة الأمم المتحدة ما حدر في يوم 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ كان رد فعل للسياسة الحمقاء الخرقاء اللي اتبعتها قوة الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وأسرهم وكرمتهم وحياتهم كان لابد من انفجار ما كان لابد من انفجار ما الكلام يعني هي حماس لي أصبحت حاجة دولة عظمة والجيش الإسرائيلي داخل هيصة إعلامية إنه إسرائيل بتصحاصر المستشفى اللي اسمها دار الشفاء مستشفى الشفاء وتقدمت عشرة متر وتقدمت عشرة متر معارك ده حاجة مضحكة جدا هو ده الجيش الذي لا يقهر هي معارك دينكرك إيه ده مبالغات مهولة وأكاذيب من هنا وهناك وفوق ده كله هذا العمل الفضيع بإفقاد الناس 13 ألف 13 ألف قتيل منهم أرباح تلاف طفل وتقول لي ده انتصار إسرائيل ده مش لا ده في حد ذاته حيكون له أصار ضخمة جدا في المنطقة توضيحات أيضا قال إحنا السياسة الأمريكية هي لمواجهة اتنين بوتين وحماس لم يذكر إيران خد بالك لم يذكر إيران هناك تغير ما تغير سياسي معين تقدر تتفق معها تختلف معها تطلب بعض التعادات إلى آخره إنما أنا بقولك الفكرة يعني رد فعلي بعد أربع خمس سطور من إراية المقال أوه الله تتغير الوضع بقى إذن إيران ليست هي الهدف كما كانت من شهرين ثلاثة نعم وده قد يختلف معها الإسرائيليون أو يكونوا هما الاثنين متفقين على هذا إنما أنا أقولك طالما أنت ذكرت إيران أنا بقولك أنه الأولويات اللي الولايات المتحدة تريد مواجهتها زي ما ذكر الرئيس بايدن في مقاله هذا هي بوت وحماس ولا ذكر الإيران